هذا وتتواصل عملية توزيع المساعدات في المناطق المتضررة وبعد أسبوع من الزلزال بات الحديث يجري عن ترتيب جديد للأولويات مع أصول المساعدات لأغلب المناطق المستهدفة للمزيد حول هذا الموضوع معنا مباشرة من دوار إخفيس في إقليم تارودانت موفدو ميدي أنتفي أنور الكحال أهلا بك معنا أنور بداية الآن الأولويات الملحة للساكنة المتضررة كيف تبدو بعد أسبوع من زلزال الحوز نعم كلتم فبعد قرابة الأسبوع بزلزال ليس زلزال الحوز الزلزال ضرب خمس أقاليم في المملكة المغربية بما فيها إقليم تارودانت الشاسع الذي يضم 89 جماعة خلف ضمارا كبيرا في هذه الجماعة المسمات جماعة تيزين تاست نحن الآن بدوار إخفيس هذا الضوار هو أبعد نقطة في الجماعة كما تشاهدين الضمار الذي خلفه هذا الزلزال العنيف المدمر تقريبا كل الضوار نهارا جراء هذا الزلزال لم تتبقى سوى هذه الصومعة شامخة شاخصة شاهدة على هول الفاجعة هذا الضوار الذي كان يتكون من 49 عائلة فقد 47 ضحية راحت أو قضت نحبها من جراء هذا الزلزال أسرة تتكون من 11 فردا مات جميع فرد الأسرة إلا الأم نجت حيث كانت تتواجد بمدينة الرباط الضوار الأقرب إلى هنا عرف كذلك موت 71 فردا وهي الحصيلة الأكبر هنا في هذه الجماعة كما تشاهدين في أعلى قمة الجبل هناك جرفتين يقومان بتعبيد آخر مسلك من أجل فتح الطريق بالكامل أمام حركة المرور وأمام قافلة المساعدات وعودة حركة السير والجولان إلى حالتها الطبيعية حالة ما قبل الزلزال أي قبل أسبوع من الآن فيما تشاهدين في الضفة الأخرى من الجبل وفي أعلى قمة الجبل مخيم يضم سكان هذا الضوار الذين فضلوا الهجرة بشكل طوعي وجماعي نحو ذلك المكان الآمن الذي جهز بخيمات تتسع لأفراد هذا الضوار الذين فقدوا 47 ضحية من دويهم كلتهم هذا المخيم مجهز لاستقبال سكان هذا الدوار كلتهم طيب هل تم إيصال جميع المساعدات إلى هذا الدوار وبعد أسبوع من هذا الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق مختلفة في المغرب يعني بعد أسبوع هل عادت الحياة إلى طبيعتها كيف هي الوضعية النفسية لهؤلاء السكان الآن الوضعية النفسية لهؤلاء السكان مستقرة هؤلاء أقوياء كلتهم يواجهون القضاء والقدر بابتسامة هؤلاء الناس علمون دروسا في الأخلاق والقيم والمواطنة يا لكرم هؤلاء رغم الأزمة ورغم الضرر ورغم هذا الزلزال العليف يصرون على اقتصام مائهم وزادهم معنا يصرون أن نتقاسم معهم كؤوس الشاي يا لهذا الكرم يعني الذي لم نرى من قبله متيل نفسية السكان مستقرة الآن هناك الآن مطالب مستعجلة مثلا قبل ثلاثة أيام تم قطع الطيار الكهربائي بشكل متعمد لكي لا تكون هناك حوادث جزئية أو جانبية لقدر الله الأولويات الآن في توفير موالدات للطاقة الكهربائية في توفير سهاريج للمياه الصالحة للشرب وفي نصب خيام أكثر متانة وأكثر اتساع كأن تضم أقصاما لعودة التلاميذ للتمدرس كلتم أنور الكحال مرسلنا إلى دوار إخفيس بإقليم تارودانت أشكرك على كل هذه المعطيات